اهلا بكم وفيديو جديد النهاردة معاكم امير اسعد من قناة ديكوروراسم النهاردة معنا حائط استيل مع ديكورور قطيفة هيعجبكم جدا اول حاجة بابدي اخذ عرض الحائط بالمتر وبابدي اخذ نقطة في نص الحائط وطبعا انا محدد باللازء مكان الركنة او الانتريل اللي هيجي حسب ما يكون عندك هيتحط في الحائط زي ما حضراتكم شايفين كده بابدي اقسم الحائط باخد اول شريحة 3 سنتي واقصدها في الجزء الثاني باخد شريحة زيها الطول بتاع كل الشريح انا هكتب لك كل المقاسات لما خلص التخطيط اول واحدة بتبقى متر وتلاتين بعد كده متر وعشرين بعد كده تسعين سنتي زي ما حضراتك شايف اللي انا بعملها ديك وفي النص بتبقى متر وعشر هنخطط الاول الحائط وانا هسيب لك المقاسات بعد ما خطط عشان لو عايز تاخد سكرين وتشتغل بنفس المقاسات اول حاجة بنبدأ نخططه طبعا انت بتخطط الاول بقلم رصاص وبتخلي معاك ميزان مية بحيس اللي انت الخطوط تتأكد اللي هي تبقى مزبوطة وبتبدأ تقسم الحائط وتشوف الشكل العام بتاعه مناسب ليك او عايز تعدل فيه وزي ما حضراتكم شايفين كده احنا خططنا كل شريحتين مقاس واحد من يمين صدر شمال ونفس النظام معادة الشريحة اللي في النص هي اللي مختلفة وزي ما حضراتكم شايفين اللي عايز تاخد المقاسات بتاعت الحائط عشان لو هتشتغل منها بعد كده بتجيب الستيل التلاتة صنطي والخمسة صنطي الخمسة صنطي هنعود شريحتين بنبدأ نقطة على المقاسات اللي على الحائط الشريحة ديت حوالي سبعين جنيه او تمانين جنيه اللي هتجيبها من اي موال هتجيبها من الرواعي ممكن تجيبها بخمسين او ستين جنيه يعني انا هعرفك الاسعار التقريبية كده والشريحة التلاتة صنطي بتبدأ من خمسة وتلاتين وتلاتين جنيه لحد 40 جنيه حسب المكان بردك اللي انت بجيبها منه بتبدأ تقطع كل الشريح وتكتب مقاساتهم عشان ما تلوطش زي ما حضرتك شايف كده المقاس اللي بيقطع على الستيل وده موجود عند اي موان بتبدأ تقطع وبعد كده بتجيب سيليكون عظم تركي اهم حاجة يكون السيليكون العظم التركي لان ده بيبقى قوي الانبوبة هتلاقيها في حدود 100 جنيه وبتبدأ تعمل شكل زجزاج زي ما حضرتك شفت بالسيليكون وبتبدأ تثبت الشريح طبعا انت بتخلي الاطعات بتاعة الستيل فوق مش تحت بحيث اللي القطعة اللي جاية بتبقى مزبوطة غير قطعة المقاس اللي انت بتقطعها يعني بتبقى القطعة اللي جاي بيها الشريح بتبقى افضل شوية فانت بتخليها كل التروف تحت من القطعة اللي هي مزبوطة وزي ما حضرتكم شايفين كده بنبدأ نسبت ونحط لازق ونسيب اللي السيلي ينشف وبعد ما بينشف بنبدأ نشيل كل اللازق اللي احنا حطناه طبعا نتأكد اللي السيليكون عظم مش اقل من ثلاث ساعة وبتبدأ بعد كده بتجيب معجونة انشيلد طبعا دي بتبقى معجونة قوية شوية او اكريلك 900 وبتبدأ تسحب كل اللي حوالين السيلي يمين وشمال زي ما حضرتك شايف كده بحيس اللي انت تعمل السيلي دفن مايبقاش في حاجة بارزة طبعا هو مش بياخد سكينة واحدة بياخد اكتر من سكينة علشان يبقى في سوى الحائط زي ما حضراتكم شايفين كده بنبدأ ندي سكينة في الاول وبعد ما بنخلص السكينة الاولى طبعا احنا بندي سكينة طول والسكينة التانية هتبقى طول عشان تعوض فرق الاستيل احنا خلصنا السكينة الاولى بنسبعة تنشف ونجيب معجونة لونها ابيض وبنبدأ نسحب طولي بحيس اللي احنا ندخل السكينة جوه الحائط ويبقى دفن بالطريقة اللي حضراتك شايفها كده تبدأ تسحب الحائط كله وزي ما حضراتكم شايفين احنا كده دفننا السكينة وكله بقى سوى الحائط طبعا انت بتعمل السكينة الدفن ده عشان ما حدش تعور من الحروف وبيبقى شكله جوه الحائط اشيك بكتير طبعا بعد ما بينشف بنجيب صنفرة 180 وبنبدأ نصف الحائط صنفرة وطبعا مش بنيجي على حروف الاستيل عشان ما نطلعش الاستيكر اللي عليها بتبدأ تصنفر كويس جدا وتنعم الحائط بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده وبعد كده بتجيب بلاستيك ماط طبعا اللون اللي انت هتعمله في القطيفة بس احنا في البلاستيكات بنغمق درجة او درجتين على اللون الاساسي ده افضل للقطيفة اللي الدرجة اللي تحته تبقى اغمق درجة لان هي القطيفة خامة شفافة شوية فالافضل يكون اللون اللي تحت القطيفة اغمق درجة او درجتين من اللون اللي هيتعمل وزا ما حضراتكم شايفين كده بنبدأ ندهن الحائط بلاستيك ماط بلون قريب من لون القطيفة طبعا انت بتدي وش او شين اهم حاجة تعطي المعجون واهم حاجة يكون البلاستيك ماط طبعا ما ينفعش نص رامع لان هيقشر فالافضل يكون للقطيفة بلاستيك ماط بعد كده بنجيب خامة القطيفة وبنبدأ نحط لون بريمو كات 308 كم نقطة وشوية بني احنا هنجيب لون الانتري اللي عندنا وده تقريبا نفس درجة الانتري وبنبدأ ندهن وش خفيف من القطيفة اول وش بيبقى وش خفيف طبعا الحائط دوت بياخد اتنير ريت القطيفة فيه نوع جي لسي بتلتمية وثلاثين جنيه او تلتمية وخمسين جنيه وفيه انواع تانية بمية وخمسين طبعا بتشوف اللي نسبك ايه وبتعمله بتبدأ تدهن وش الاول وش خفيف زي ما حضراتكم شايفين كده وبعد كده بنجيب القطيفة التقيل اللي احنا ما خفناش منه حاجة وبنبدأ نرمي في الاول زي ما حضراتكم شايفين كده وبعد كده بنبدأ بالمالك حد بيرمي وحد بيبدأ يعمل شكل التأثير بتاع القطيفة طبعا يفضل شباك والباب يكون مقفولين حيث اللي مفيش هوا يدخل للمكان والقطيفة تشد منك انت لو قفلت مصدر الهواء الموضوع بيبقى بيطول معاك اللي انت تشكل في الحاقت براحتك جدا ومش بينشف منك زي ما حضراتكم هتشوفوا كده انت بتبدأ تقطع في الحاقت وتعمل شكل التأثير وبترجع لأول جزء تاني تشتغل فيه بيبقى لسه بردك منشفش بحيث اللي انت تقدر تتحكم في شكل قطيفة يبقى كله تأثير واحد زي ما حضراتكم شايفين كده طبعا انت لما بتعمل شكل التأثير بتستنى شوية كل ما الحاقت يبدأ ينشف شوية كل ما انت بتقدر تتحكم في شكل التأثير وتعمله شكل واحد زي ما حضراتكم شايفين كده بتبدأ تشتغل فترة فيه وبتقدر تتحكم في شكل قطيفة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده بتكمل لحد ما بتخلص الحاقت كله شكل واحد بالطريقة اللي حضراتك شايفها والتأثير بيبدأ يزهر معك وبعد ما بتفنش بتبدأ تشيل الستيكر زي ما حضراتكم شايفين انت مش بتستنى بتشيل الستيكر على طول وبيبدأ يزهر الحاقت معنا طبعا يفضل اللي انت تعمل ستيل ثلاثة سنتي وخمسة سنتي بيبقى شكله افضل من اللي هو يبقى ما اس واحد تبدأ تفنش الحاقت بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده وطبعا شكل الستيل اللي الدفن بيبقى شكله شيك جدا لانها بيبقى جوه الحاقت وبيديك شكل جمالي وبكده نكون خلصنا الحاقت بتاعنا اتمنى تكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك لو انت مش مشترك معنا في كناه اشترك وفعل الجرس ليس لكل الفيديوهات الجديدة اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة